بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يسعدني أن أقدم لكم بلاغ صحفي يتعلق بتوضيح حكومي بخصوص ملف طلبة كليات الطب والصيدلة ففي إطار مساعي الحكومة الرامية للتعاطي الإيجابي مع مطالب طلبة كليات الطب والصيدلة وتجاوز الوضعية الحالية التي تعيشها كليات الطب والصيدلة انعقد يوم الجمعة 21 يونيو بالرباط اجتماع وزاري حضره كل من وزير الصحة والحماية الاجتماعية والسيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والسيد الوزير المنتذب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة كما حضره كذلك عمداء كليات الطب والصيدلة وممتلي طلبة كليات الطب والصيدلة وخلال هذا الاجتماع أكدت الحكومة على تحملها المسؤولية كاملة بخصوص ضمان جودة التكوين الطبي ببلادنا كما دعت إلى ضرورة تحمل جميع الأطراف لمسؤولياتهم في هذا الملف لا سيم الطلبة وأولياء أمورهم والذي يجب ألا يخرج عن طابعه التعليمي والتربوي وإذ تسجل الحكومة مجموعة من المغالطات المحيطة بهذا الملف والتي يتم الترويج لها على نطاق واسع وتعمد تقديم خلاصات نتائج غير تلك المتوصل بها يغلب عليها الطابع السلبي الذي لا يخدم هدف التوصل إلى حلول جادة ومسؤولة تخدم مصلحة الجميع في وقت عبرت فيه الحكومة غير ما مرت ومن خلال اجتماعات عديدة عقدتها مع الطلبة عن تفهمها لمشروعية بعض الانشغالات الرامية إلى تجويد نظام التكوين في مجال الصحة فإنها توجه إلى مكونات الرأي العام الوطني البلغ التالي لتوضيح الالتزامات الحكومية التي تهم مختلف مراحل التكوين والتي تم تقديمها من طرف الحكومة خلال مختلف اجتماعاتها وذلك في إطار حرصها على تقديم رؤيتها لإصلاح التكوين الطبي بكل شفافية ووضوح أولا فيما يخص التدابير الآنية المرتبطة باجتياز الامتحانات تعلن الحكومة على أنه تفتتح الدورة الربيعية يوم 26 يونيو 2024 وبعدها دورتها الاستدراكية قبل ما تم شهر غشت 2024 مع برمجة امتحانات الدورة الاستدراكية للفصل الأول في شتنبر 2024 سمحوا لي أن أوضح أننا كنا تفتتح يوم 26 يونيو على أساس أن هذه الدورة سوف تكون عندها دورة استدراكية يعني بالنسبة لغير المتوفقين قبل ما تم شهر غشت وبالنسبة للفصل الأول هناك دورة استدراكية لهذا الفصل في شتنبر من 2024 استدراك فترات التدريب الاستشفائية التي تمت مقاطعتها انطلاقا من الموسم الجامعي المقبل تعويض نقطة صفر من بيان النقطة من بيان النقطة بالنقطة المحصلة عليها خلال الدورة الاستدراكية للفصل الأول اللي تكلمت عليه وقلت سيكون في شتنبر 2024 يعادة البت في العقوبات تفاعلا مع المبادرة لاجتياز مباراة اجتياز الامتحانات يوم 26 يونيو 2024 يوم 26 يونيو 2024 ستفتتح على أساس أنه انفتتح وأنا ذلك سنمشي بشكل متدرج ثانيا فيما يتعلق بالإصلاح الجوهري الذي تحمله الحكومة للارتقاء بمهنة الطب ببلادنا قصد تعزيز العرض الطبي بما يكفل المساواة في الولوج للخدمات الصحية لعموم المواطنات والمواطنين فقد قدم الوزراء الحاضرون بمناسبة هذا اللقاء تفاصيل الإصلاح البداغوجي لسلك التكوين في كلية الطب والصيدلة بما يضمن جودة التكوين الطبي كما قدموا خطة الحكومة لتجويد مصاري التكوين وحدف الوقت الميت لفطرة التكوين الطبي إضافة إلى مختلف الإجراءات التي تم اعتمادها للاستجابة لمختلف مطالب الطلبة كما أنصت السادة الوزراء للملتمسات التي تقدم بها ممتل الطلبة ومقترحاتهم من أجل تجاوز بعض الإكرهات التي يعرفها التكوين الطبي وتفاعلوا بإيجابية مع مجموعة مهمة منها وتنويرا للرأي العام الوطني تتمثل التدابير الجاري تفعيلها أساسا فيما يلي الهيكلة البيداغوجية للتكوين الطبي ديبلوم دكتور في الطب تفعيل الهيكلة الجديدة للنظام التكويني في الطب ابتداء من السنة الجامعية المقبلة الفين وربع عشرين الفين وخمس وعشرين والتي ستهم الفوج الجديد للطلب الملتحقين بكليات الطب والصيدلة ابتداء من شتنبر الفين وربع عشرين من خلال اعتماد دفتر دوابط بيضاغوجية وطنية جديدة لديبلوم دكتور في الطب ونشره بقرار وزاري وذلك في إطار مدة التكوين لست سنوات قصد الحصول على ديبلوم دكتور في الطب مع الحفاظ على القيمة الأكاديمية والقانونية للديبلوم يشمل نظام التكوين الجديد إدراج وحدات لتمكين الطلبة من كفاءات ومهارات في مجالات الرقمنة والدكاء الاصطناعي والطب عن بعد والتأهيل في طب الأسرة والمحاكاة ومهارات حياتية وداتية ولغات أجنبية تتماشى مع تطورات الممارسة الطبية عالميا كما يعتمد هذا النظام الجديد على أنماط بيضاغوجية جديدة ومبتكرة تضم التعليم عن بعد كنمط مكمل للتعليم الحضوري يظل الطلبة تكلم عن الطلبة الحاليون الذين يتابعون دراستهم حاليا بكليات الطب والصيدلة من السنة الأولى إلى السنة الخامسة خاضعين للهيكلة البيضاغوجية الحالية للتكوين الطبي مع تمكين المستوفين منهم للسنة السادسة من الاستفادة من تداريب سريرية بالمصالح الاستشفائية المعتمدة للتكوين والتأطير من طرف اللجن الجهوية قبل مناقشة الأطروحة تجري هذه التداريب في ثلاثة أشهر على الأقل وسنة على الأكثر ويستفيد المعنيون من تعويضات مماثلة لتلك التي يستفيد منها الطلبة بالسنة السادسة كما يحصلون على إشهاد عن كل فترة من هذه التداريب إدراج وحدتين لطب الأسرة خلال السنة السادسة من التكوين تتوج بإشهاد للتكوين بخصوص التدريب الذي يتعلق من بعد الانتهاء من التكوين هناك إمكانية هذه التدريب يتم طبعا في المصالح الاستشفائية المعتمدة أقل مدة هي ثلاثة أشهر وأقصى مدة هي سنة وهذا التكوين هذا أو لهذا التدريب هذا سوف يستفيد فيه المعنيون من نفس تعويضات التي يأخذوا طلبة السنة السادسة وعندهم الحق يأخذوا إشهاد بنهاية هذه التدريب ولا عن فترة كل من هذه التدريب اعتماد إطار مرجعي للتعلم عبر المحاكات تستفيد منه جميع كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان مع الاستمرار في تعزيز جهيز الكليات على المستوى الوطني بالمعدات اللازمة اعتماد مضامين رقمية وعبر المحاكات تستفيد منها جميع الكليات على المستوى الوطني التعويضات المخولة للطلب المتدربين الخارجيين لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان استجابة للمطالب المعبار عنها تلتزم السلطة الحكومية المكلفة بالصحة بالرفع من التعويضات عن تدريب الاستشفائية الإلزامية المخولة للطلبة المتدربين الخارجيين المسجلين بالسنة الثالثة والسنة الرابعة والسنة الخامسة والسنة السادسة في الطب والصيدلة الأطروحات رفع عدد الأطروحات التي يمكن تعطيرها بشكل متزامن لكل أستاذ باحث من طرف هيكل الكليات من أجل مواكبة أعداد طلبة تخصيص ثلاثة أشهر على الأكثر لتسجيل ومناقشة الأطروحة وعدم تقييد عدد الحالات التي تتم دراستها في الشق التحليل للأطروحة اعتماد المنصة الرقمية المخصصة لتدبير مواضيع الأطروحات على المستوى جميع كليات الطب والصيدلة بداية من السنة الجامعية القادمة 2024-2025 لا سمحتني أن أشرح الآن نعرف بأن عدد الأطروحات محدد بالنسبة للأستاذ نعرف الآن بأن هناك ارتفاع في عدد الطلبة فطبيعي أنه سوف يتم الرفع من عدد الأطروحات التي يمكن لكل أستاذ أن يؤثرها الآجال غرفع منها هي الأخرى لتصل إلى ثلاثة أشهر للتسجيل ومناقشة الأطروحة بالنسبة للحالات التي تدرس في هذه الأطروحات هي الأخرى سوف يتم تقييد عدد الحالات لكي لا يكون لديك عدد كبير على هذه الطلبة اعتماد المنصة الرقمية لكي نجد جميع الأطروحات في هذه المنصة الرقمية للاستفادة منها في البحث التكون في التخصص الطبي سيلك ثالث تم إحداث لجان خبارة وطنية لكل التخصصات الطبية والصيدلية والتي شرعت في العمل على اقتراح توصيات وتدابير تهدف إلى إصلاح السلك الثالث لا سيما شروط الولوج ومضامن التكوين وكيفيات التقييم واستفاء شروط الحصول على ديبلوم التخصص الطبي هذا التخصص الآن سيطلط ضح أيضا سيطلط ضح جميع يعني سيطلط ضح في إطار واحد الإصلاح الشامل ليكون واضح فيه التكوين وفيه تدريب من التدابير لغة خدفض الإطار اعتماد ضوابط علمية ووطنية وطنية وملفات وصفية تخصو تكوينات التخصص انطلاقا من مقترحات اللجاني سالفة الدكر التي تكلمت عليها مع تقييمها بشكل دوري وتفعيل الإصلاح البيداغوجي لسلك التكوين المتعلق بديبلوم التخصص السلك الثالث في الطبي والصيدلة وطبي الأسنان خلال شهر يناير الفين وخمس وعشرين توحيد الوضعيات القانونية للمقيم مع العمل على الحفاظ عن المكتسبات وتقليص مدة الالتزام من ثمان إلى ثلاث سنوات بالنسبة لفوج الفين وخمس وعشرين فيما بعد استفادت المقيم من راتب شهري يعادل الرقم الاستدلالي خمسمائة وتسعود وباقي التعويضات المحددة في قانون الوظيفة الصحية الرفع من عدد المناصب المالية المخصصة لمبارة الإقامة ابتداء من يناير الفين وخمس وعشرين بما يتناسب مع أعداد خريج الدفعتين خلال نفس السنة مع إمكانية اعتماد برمجة متعددة السنوات لهذه الزيادة طبيعي جدا أنه غير طافع العدد وطبيعي جدا أنه غير طلق وجوج ديال السنوات فالهدف هو الرفع من عدد المناصب المخصصة لمبارة الإقامة لكي نتيح المجال بشكل أوسع ترسيم المقيم داخل الوظيفة الصحية فور بداية مهامه مع الاحتفاظ بجميع المكتسبات بما فيها الترقية والتقاعد وغيرها مع صون حق الطبيب المختص في الاستقالة بعد انتهاء مدة العقد المحدد في ثلاث سنوات كان ثمان سنوات ولا ثلاث سنوات دون أي شرط أو قيد وحقه في مواصلة العمل داخل الوظيفة الصحية تلقائيا بعد انتهاء المدة وعدم إلزام الطبيب أو الصيدل المختص بمتابعة العمل بأي شكل من الأشكال بعد استقالته بعد انتهاء مدة العقد ضدا عن رغبته اعتماد وتفعيل مسترى واضحة لتغيير التخصصات والانتقال خلال فترة الإقامة تتكلف به اللجنة الجهوية المشتركة لتنسيق التكوين في المهن الصحية وذلك أخدا بعين الاعتبار حاجيات الجهة بخصوص مصار الداخلية الإبقاء على مصار الداخلية الرفع من عدد المناصب المالية المخصصة لمباراة الداخلية ابتداء من يناير الفين وخمس وعشرين بما يتناسب مع أعداد طلبة الدفعتين خلال نفس السنة كنتكلم على نفس المشكلة ديال فين غيرتك خوازه مع إمكانية اعتماد برمجة متعددة السنوات لهذه الزيادة استجابة للمطالب المعبري منها للمطالب المعبري منها تلتمز تلتزم عفوان السلطة الحكومية المكلفة بالصحة بالرفع من التعويضات عن تداريب الاستشفائية الإلزامية المخولة للطلبة المتدربين الداخليين إذن بالنسبة للتعويضات الأخرى سوف يتم الرفع الخاصة بالتداريب التعويضات عن التداريب أراضي التداريب الاستشفائية تفسيع أراضي التداريب الاستشفائية لتتماشى مع أعداد الطلبة وفق معايير تأثير البداغوجي المعتمد من طرف اللجان الجهوية المشتركة لتنسيق التكوين في المهن الصحية تشمل إضافة إلى المستشفيات الجامعية مؤسسات صحية أخرى تابعة للمجموعات الصحية الطرابية مع اعتماد وحدات استشفائية بالمستشفيات الجهوية والإقليمية كوحدات جامعية والعمل على تأهيلها تنشر كليات الطب والصيدلة لوائح أراضي التداريب الاستشفائية الجديدة التي سيتم اعتمادها من طرف اللجان الجهوية المشتركة لتنسيق التكوين في المهن الصحية في بداية السنة الجامعية بعد إجراء التقييم السنوي تعزيز تأطير التداريب الاستشفائية بإشراك مؤطرين من المؤسسات الصحية الذين سيتم اعتمادهم من طرف اللجان الجهوية المشتركة لتنسيق التكوين في المهن الصحية هذا كل يفتح لمجال الأراضي الاستشفائية بشكل أوسع ويعطي إمكانية تأطير التكوين لهؤلاء الطلبة استفادت الطلبة من واجبات عفوا تغذية خلال المداومات بالمصالح الاستشفائية استفادت الطلبة من التغطية الصحية الإجبارية عن المرض وفق القوانين الجاربها العمل الاستمرار في تعزيز تأهيل المؤسسات الصحية لتوفير ظروف تكوين جيدة لطلبات للطلبة داخل المصالح الاستشفائية اعتماد ميطاق وطني للتداريب الاستشفائية ودفتر تحملات للتداريب الاستشفائية طبقا للمرسوم في شأن وضعية طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بالمؤسسات الصحية العمومية التابعة للمجموعات الصحية الطرابية المصادقة في أقرب الآجال على المرسومين المتعلقين باللجان الجهوية المشتركة لتنسيق التكوين الذي تكلمت عليه في المهن الصحية والمشرفين عن التداريب والمؤطرين بالمؤسسات البنيات التحتية والموارد البشرية المخصصة للتكوين الطبي في إطار الاتفاقيات المبرمة بين الدولة والجماعات والجامعات عفوا وكليات الطب والصيدلة تمت برمجة اعتمادات ومناصب مالية مهمة للفترة الممتدمة بين 2022 و2030 تخصص لإحداث ثلاث كليات جديدة بكل من قلميم والراشدية وبني ملال ومواكبة الزيادات في أعداد الطلبة بالرفع من القدرة الاستعابية للكليات وتوسيع وإعادة تهيئتها وتجهيزها كما تم مرسد ميزانية خاصة من أجل تجهيز جميع الكليات بمركز المحاكاة والطب عن بعد إضافة إلى ميزانيات غير مسبوقة لتأهيل قطاع الصحة من أجل بناء وتجهيز مؤسسات صحية جديدة وإعادة تهيئة وتجهيز العديد من المؤسسات بمختلف جهات المملكة وستمكن هذه الإمكانيات التي وفرتها الحكومة من تأطير بداغوج بمعايير دولية والرفع من جودة التكوين الطبي بما يتماشى مع الأهداف المتعلقة بالرفع من أهداف الخريجين بخصوص وضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين تأطير وضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين عبر مرسوم جديد تم إعداده يحدد وضعية طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بالمؤسسات الصحية العمومية التابعة للمجموعات الصحية الترابية بخصوص التكوينات في طب الأسنان دعم الأشغال التطبيقية تعزيز التداريب الميدانية وإحداث فضاءات خاصة بالمحاكات في الصيدلة وطب الأسنان الزيادة في عدد كراسي العلاج توفير المواد والمعدات المتعلقة بتكوين طلب الطب الأسنان وبطريقة كافية بخصوص الشق الإجتماعي يستفيد الطلبة المسجلون بتكوينات الطب والصيدلة وطب الأسنان من منح الاستحقاق الاجتماعي طبقا لمقتضيات المرسوم جوج 23-564 الذي يحدد كيفيات وصرف منح الطلبة والذي يستند في تخويل المنح على السجل الاجتماعي الموحد اعتماد منصة معلوماتية على مجتوى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لتدبير التعويض عن المهام يتيح صرفها بوتيرة شهرية ابتداء من يناير 2025 عوض الآن الواتيرة المعتمدة استفادت الطلبة من التأمين الإجباري عن المرض في إطار القوانين الجاربها العمل حاليا بخصوص شعبة الصيدلة التدريب الاستشفائي الخاصة بشعبة الصيدلة السنة السادسة إمكانية التدريب داخل الصيدليات أو مختبرات البيولوجيا أو مختبرات صناعة الأدوية حسب اختيار الطالب مع الحرص على تأطيره وذلك ابتداء من الموسم الجامعي 2024-2025 السنة الخامسة إعادة برمجة تدريب بإنجاز أربع تدريب مدتها شهرين ونصف كل واحد من هذا التدريب عوى التدريبين مدتهما خمسة أشهر السنة الرابعة مناقشة فترة التدريب حسب خصوصية كلية والحفاظ على هذا التدريب التمهيدي خلال السنة الرابعة السنة الثالثة إضافة تدريب داخل الصيدليات مدته أربعة أسابيع مع تحديد أهداف التدريب من أجل تعزيز المكتسبات وذلك ابتداء من الموسم الجامعي 2024-2025 توسيع أراضي التدريب الاستشفائية مع توفير عدد كاف من المؤطرين بخصوص الأعمال التطبيقية تجهيز المختبرات مع توفير المعدات والمواد الأولية اللازمة المخصصة لتكوين التطبيقي لطلبة الصيدلة لإجراء الحصص التطبيقية حيث تحدد كل كلية حاجياتها الضرورية لإنجاز الحصص التطبيقية في أجالة محددة وتلتزم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بتوفير الميزانية للاستجابة استجابة لهذه الحاجيات مع العمل على التحيين المستمر للائحة مستلزمات الحصص التطبيقية لضمان إنجازها السلك الثالث اجتياز مباراة الإقامة مباشرة بعد الحصول على شهادة الدكتورة في الصيدلة عوض فرد الممارسة بصفة دكتور صيدلاني لسنة كاملة قبل إمكانية اجتياز مباراة التخصص وذلك ابتداء من الموسم الجامعي الفين واربع وعشرين الفين وخمس وعشرين تكييف عدد مقاعد مبارتي الإقامة والداخلية في جميع التخصصات مع تحديد النسب التي يجب أن تواكب ارتفاع أعداد الطلبة وكذا مضاعفة مقاعد الإقامة خلال السنة التي ستعرف اجتياز دفعتين لمباراة الإقامة في شعبة الصيدلة تطوير تخصصي الصيدلة السريرية وصناعة الأدوية إدماج وحدات في المهارات المقاولاتية وتنمية الاستقلال الداتي للطلبة من أجل مساعدتهم على ولوج سوق الشغل برمجة مباراة ولوج سنة ثالثة لديبلوم دكتور في الصيدلة قبل بداية السنة الجماعية برمجة امتحان انتقائي من أجل التقييم الشامل للطلبة الحاصلين على شهادة الدكتورة في الصيدلة من كليات أجنبية قبل نيل شهادة المعادلة وخلال هذا اللقاء أجمع السادة الوزراء على أهمية تسريع هذا الإصلاح بما يتماشى مع تنزيل ورشي إصلاح المنظومة الصحية في شموليته وبهذا الخصوص وحتى تتمكن المنظومة الصحية من مواكبة تحديات الورشي الوطني الطموح المتعلق بتعميم التغطية الصحية شدد السادة الوزراء على الإنخراط الحكومي لتجويد العرض الصحي وتحسين الخدمات الصحية العلاجية والاستشفائية وتقريبها من الساكنة خاصة من خلال الرفع من عدد مهني قطاع الصحة بشكل تدريجي خلال السنوات المقبلة والحرص على توفير الظروف المواتية من أجل تعزيز جودة التكوين لربح هذا الرهان ختاما ومن باب المسؤولية وقصد مد جسور الثقة أكد الوزراء الحاضرون أن الحكومة التي ظلت دائما مؤمنة ومنفتحة على الحوار الجاد والمسؤول قدمت إجابات شافية على مختلف المطالب التي تقدم بها الطلبة هذا وتأمل الحكومة من جميع الأطراف التعاون والالتزام والتحلي بالروح الوطنية الصادقة لضمان تحقيق الأهداف المنشودة من تطوير نظام التكوين الصحي ولتجاوز هذه الوضعية التي طال أمدها وأكدت أنها ستستمر في تنزيل مختلف الإصلاحات الرامية إلى تجويد التكوين الطبي وإعادة الاعتبار لمهني قطاع الصحة بما يضمن ربح رهاني تسريع إصلاح المنظومة الصحية في شموليته تماشياً مع مختلف التحولات التاريخية والهيكلية التي تعرفها بلادنا شكراً لكم ترجمة نانسي قنقر